تعمل المعارضة السورية على الاستفادة من تبعات الضربات الغربية لقواعد عسكرية تابعة للنظام السوري بالرغم من إقرارها بأن الضربات كانت مخيبة للآمل وتحاول المعارضة أن تتحرك سياسيا من أجل إعادة الروح للمسار التفاوضي في جينيف المتوقف منذ أشهر عدة فقد بدأت مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض اجتماعات لهيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية قالت مصادر في الهيئة أن الوضع السياسي المعقد على رأس أولويات هذه الاجتماعات كما زار وفد من هيئة التفاوض الفاتيكان في سياق حشد موقف أوروبي ضاغط من أجل العودة إلى المسار السياسي الذي يحاول النظام وحلفائه تحييده واليوم بدأ ديمستورا زيارة لتركيا في إطار جولة تقوده إلى طهران وموسكو وتختتم في بروكسل بلقاء وزراء أوروبيين وممثلين عن الولايات المتحدة على هامش مؤتمر لدعم سوريا يُعقد في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري وأعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري محادثات مع ديمستورا فيما أوضح مكتب المبعوث الدولي في جينيف أنه يقوم بجولة مكثفة من المحادثات مع القوى العالمية بهدف إعادة إطلاق محادثات السلام المتوقفة بين النظام السوري والمعارضة المسلحة من جانبه استبقى النظام السوري الأعلان عن أي جولة جديدة للمفاوضات بتكثيف جهوده لفرض وقائع جديدة على الأرض حيث بدأ أمس فصيل جيش الإسلام في مدينة ضمير المتاخمة لدمشق بتسليم أسلحته الثقيلة والمتوسطة قبل خروج مقاتله إلى جرابلس وتأتي تحركات واجتماعات المعارضة بعدما فقدت الكثير من أوراق قوتها حيث خسرت الغوطة الشرقية معقلها الأبرز قرب دمشق وهي في طريقها لخسارة معقل لا يقل أهمية وهو القلمون الشرقي حيث بدأت الباصات الخضر بنقل مقاتلين معارضة ومدنيين من مدينة ضمير إلى الشمال السوري وفي ريف حمص الشمالي بات وجود المعارضة السورية في خطر حقيقي مع بدء النظام عملية عسكرية يمكن أن تحيد المعارضة عن أي فعل من الممكن أن يؤثر على النظام الذي بات يتصرف وكأنه المنتصر في الصراء